أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين الاقتحام وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين لباحة المسجد الأقصى المبارك في خطوة استفزازية جديدة وخرق مستمر للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم رفض دولة الكويت التامة من مغبة الاستمرار في هذه السياسات التصعيدية والممارسات غير القانونية والانتهاكات المستمرة والمستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم وجددت موقف دولة الكويت الراسخة الداعية إلى سرعة تدخل المجتمع الدولي بأسره ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم بوقف تلك التعديات السافرة واحترام حرمة مقدسات المسلمين والعمل على توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق ترجمة نانسي قنقر